أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نطلب وأنت المطلوب ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحم بعد الموت نسألك اللهم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عاسرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا مقلب القلوب يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا عالم الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم ثرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين يا فتاح يا فتاح افتح لعبادك مغالق الأسباب ومغالق الأبواب يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم نلقاه فيك اللهم رب الناس أذب الباس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واخسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته يا رب العالمين اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغفر لنا ولوالدي ولجميع المسهمين فصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر